اهلا بكم لتطورات فيروس كورونا لهذا اليوم مصر على طريق السباق للوصول إلى علاج الكورونا لم تكن تلك أمنية بل الحقيقة كشفها بيانه لوزارة التعليم العالي والتي أعلنت عن تسكيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية أربعة لقاحات وثلاثة أدوة هي تعداد ما يعمل المركز البحثي المصري على تطويره في مرحلة التجارب ما قبل السريرية اللقاحات تلك لا يتم تداولها في الصيدليات مثلها مثل عقار رامترسفير المخصص لعلاق حالات فيروس كورونا هذا تأكيد صدر في تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق الذي أوضح أن هذا العقار يستخدم فقط تحت إشراف طبي ينتشر كورونا عربيا وتحاول الحكومة السيطرة عليه ففي السعودية التي جاوزت الإصابات بها نحو 200 ألف أصدرت حكومتها أمرا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف أثار تدعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص والتي من بينها دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص سلمتك كانت هي الطريقة التي حاول من خلالها الأردن رفع أثار كورونا وهي منصة لاستقبال طلبات الراغبين بالسفر إلى الأردن لتلقي العلاج من دول المنطقة والخليج والعالم بينما يتفشى كورونا تحاول حكومات العالم وشعوبه محاصرته بالتحذيرات تارة وبالعلاج تارة أخرى حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 10 ملايين و 820 ألف حالة في حين تعافى نحو 6 ملايين و 40 ألف مصاب بينما توفي نحو من 520 ألف وباتت الولايات المتحدة الأمريكية الأعلى من حيث الإصابات اليومية وسجلت مؤخرا أكثر من 52 ألف إصابة لكن تظل التجمعات هي الأخطر في ظل تفشي الوباء فبعد مشاركة أكثر من 400 شخص في ولاية هندية في زواج شاب كان يعني أعراض الفيروس شاركوا أيضا بعد يومين في تشريع جنازاته عقب وفاته الأمر الذي دفع السلطات الصحية إلى عزل الجميع وفتح تحقيق مع عائلته التي أصيب 111 من أبنائها بالفيروس يقولون أن الصين تغلبت على كورونا من خلال الاعتماد على الروبوت لتقويد الفيروس المستجد إذن فالأمر بها تقريبا في مصر طلاب بجامعة قناة السويس قاموا بابتكار ربوت متعدد المهام يتم استخدامه في توزيع وتجميع ورق الامتحانات على الطلاب منعا للتلامس الروبوت أيضا يمتلك ويدا إلكترونية يتم تدريبها مرة واحدة فقط وتقوم بتنفيذ ما تدربت عليه على جميع الطلاب ويتم تحكم في الضراع الإلكترونية وروبوت معا عن طريق موبايل أبليكيشن تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية تابعونا عبر منصرف اشتركوا في القناة